عايزين نتكلم في الخبر اللي جاي ده مع الطلبة والطلاب اللي أمام المرحلة التانية للتنصيق في السنوية العام أكدت وزارة التعليم العالي بأنه 6708 طالب وطلاب يعني من الشعب العلمية والأدبية بالمرحلة التانية للتنصيق استنفذوا رغباتهم وذلك لأن هم حاولوا يعني ما بقاش فيه الرغبات لأن هم حاولوا حطوا رغباتهم والرغبات دي ما كانتش تتناسب مع مجموعة درجات يعني طبعا كل طالب بيبقى عنده أمل يعني ممكن يبقى مثلا مجموعة أقل ولكن يفضل عنده الأمل فيقول طب ما عليش أنا برضو حقول أن أنا عايز الكلية دي فبالتالي بيستنفذ رغباته فعشان كده الوزارة عادت وبتحاول أن هي تعمل إتاحة للفرص لإبداء رغبات جديدة من خلال موقع التنصيق الإلكتروني يعني هيدخلوا مرة تانية على الموقع وفي المرة التانية دي يحاولوا يشوفوا ما تبقى في المرحلة التانية ويختاروا اللي هم عايزينه احنا دايما بنقول بأنه صدقوني هي المسألة مش أنه خلاص أنا مجموعي ما جابش كلية دي أو ما جابش دي لازم أفكر طب أنا ممكن أروح إيه حتى لو مجموعي حيوديني حاجة أقل من مجموعي بس مناسبة لي مناسبة للسوق أعتقد ده حيبقى أفضل بكتير من أنه أنت تختاره بس الحاجة اللي تناسب المجموع فقط وأنا بتغييري أن الجيل اللي موجود دلوقتي لازم يفكر بالطريقة دي الدنيا تغيرت والأجيال دلوقتي بقت عندها أكثر اطلاع يعني أنا بشوف الشباب طول النهار موجودين على الانترنت وبيشوفه يعني هو كمان يقدر يحسب يعني هو يدخل ويشوف سوق العمل طالب إيه والناس طلب إيه فيقدر يحسن ويختار المكان اللي حيدرس فيه في الجامعة اللي يناسب إمكانياته هو كطالب ويناسب كمان سوق العمل المصري يعني علشان يقدر يكمل مشوار مستقبل ونتمنى أنهما لما يدخلوا على التنسيق الإلكتروني مرة تانية ويختاروا عندهم فرصة تانية يختاروا يلاقوا حاجات تناسبهم بإذن الله